حقيقة ما فضلوا به الأخوان هو واقع فعلي عيشو متأتي من أولا عملية تفتيت البساتين هذه المناطق وإن كانت هي مثل ما انتهى تقريركم كانت هي في منطقة ما بين قضاء المركز وما بين قضاء الحر مع أن تصميم الأساس المصادق لبلدية كربلاء والحر حددها عام 2009 اعتمادا على دوار الإمام الحسين الثاني فهي بالناحية الإدارية حاليا على قضاء الحر لكن من ناحية التخطيطية هي يجب أن تكون على قضاء المركز هذه الحالة دكتور رحسين علما نستضيف نستضيف فكنا نستضيف قائم مقام قضاء الحر حتى نحل مشكلة حي الحوراء واحد نحن إن شاء الله إن شاء الله واحد لا أنا أحب أبشركم توجيه سيد محافظة كربلاء المهندس نصيف جاسم الخطاب المحترم بمعالجة هذا الموضوع واندرج هذا الملف بالذات المبزل ضمن خطة تنمية الأقاليم لعام 2024 التي من المؤمل أن يصادق عليها البرلمان أو مجلس المحافظة أولا ثم البرلمان العراقي المنتخب من قبل الشعب ثانيا وأحب أقولكم كثير من المشاريع الأخرى التي تم بالحقيقة رفعها في عام 2023 هي تناولت مبازل كهاء هذا المستوى لكن بالحقيقة إحنا ونحجيها للكم والجمهور إحنا الأموال ما أجتنا بالكامل ضمن خطة 23 كما تعلمون وعدنا سيد رئيس الوزارة بأن سوف تأتي الأموال تباعا وتم الآن في المباشرة بعض المشاريع البلدية أما مشاريع الموارد المائية لتنمية الأقاليم لعام 2023 في حال ورود المبالغ المالية من الحكومة التحادية سوف يتم المباشرة لدينا أكثر من أربعة مبازل فرعية متفرعة من مبزل فراحة هي مشمولة من ضمن عملية التغريف مع البلاد التحتية وكذلك لدينا كان مبزل القرى تم إنجازه يقع بالقرب من هذا المبزل تم إنجازه في العام الماضي